تحليقك كابتن صارحة داود وهل من الممكن هذه القضية يعني تمنع تيسير الجاسب من الوجود في كأس العالم مع المنتخب طيب بس ودي تكلم عن القضية بعد ما تكلم عن موضوع تيسير لأن تيسير يعني يعتبر الآن طرف ثالث هناك محمد العويس والأخ محمد ترك الزهراني تيسير دخل طرف ثالث لأنه برضو ينتمي للنادي الأهل لأنه تحت منظومة الكرة السعودية تطلع العقوبة لكن ما أدري العقوبة يا فهد على حسب ما ترى لجة انضباط ليش طبعا لا يمكن تتخذ فيه عقوبة إلا بعد مشاءلتها يعني عن أسباب أنه دفعت ثلاثة مليون للوسيط حتى ما أدري لأخ تركي وسيط ولما هو وسيط ما أنا عارف لا اللي أعرفه أنه وسيط وسيط أجل هو وسيط يمكن طلب من تيسير مبلغ وتيسير طبعا عطاه المبلغ ثلاثة مليون وتيسير يعرف وين راح المبلغ هذا فهد ما فيه طيب ولو جاء مثلا تيسير وقال هذه سلفة ممكن أقول لك ما أدريش بتبرير تيسير قدام لجة انضباط حتى ما برضو ما نظلمه ولا أنا قد نقص عليه ممكن ممكن يا فهد أنه بحسني أنه طلب منه المبلغ هذا يعني ممكن نقول بس فهد ثلاثة مليون دي ما أقدر أمررها صراحة ما أقدر ثلاثة مليون طلبت منك أنه أنت يا شريك مع التركي يا أنك تساعد على انتقاله للأهلي رغم أن الإدارة الأهلي ما هي بحاجة أنه تيسير يدفع المبلغ هذا طيب ثلاثة مليون هذي جاء تيسير من وين ممكن برضو ترى سلسلة طويلة يعني تترك عدل طبعا هم حتى الآن لم يتم استجواب تيسير الجاسم بعد عودة من المنتخب رح يتم استجوابه من هذه الرقابة في عقوبات كثيرة في عقوبات بس على حسب ما ترى لجنة الانضباط شب اللي أعرف أنا من ناحية لاحة الانضباط هو التوقيف يكون داخلي يعني مع النادي الأهلي لو كان في توقيف أو عقوبات بس دائما في فهد لكن مع المنتخب فهد العقوبات إيقاف اللاعب هذا لازم يكون يعني قام بي بي سلوك ماشين سلوك يعني فيها تتكلم على فرضاني فهد خلال بال يعني عقوبة تستحق عقوبة تستحق أنك توقف اللاعب ممكن اللاعب أوقفه الفيفا يعني دائما يبحث عنه يعني عقوبات اللي هي مالية أكثر أي اللقافات هي يعني تكون الجرم أو الخطوة اللي سوها اللاعب لازم يكون يعني العقوبة اللي طارت من اللاعب أو التصرف اللي طارت من اللاعب لا بد يكون قوي جدا طيب اللي طلع الآن لو ثبت على تسهير جاسمي هل يعتبر جرم كبير أنه يعتبر خطأ كبير نعم ساهم في إيش في الإخلال بلوائح وأنظمة المصيبة بعد فهذا أحيان لعيبة يتخذون أشياء أو يفهمون أشياء أو يفهمون أشياء انتبه يأن اللاعب جاهل يحاولون يجهلون اللاعب اللي هم الوسطة وهذا ما أعتقد يعني خطأ كبير جدا اتخذها تركي ذكا وسيط كيف تستلم أنت يا اللاعب ريال واحد بدون علم ناديك وعقدك لسه ساري المفعول لا تقولي دخل فترة ستة شهور فترة ستة شهور أفها تتعلق بالتفاور فقط ما في استلام حضر تمنع الاستلام حضر ممنوع أنا ما عارب كيف يستلمون اللاعب هزي كذا مبلغ مبلغ في وقت عقدك ساري المفعول معلش طبعا صارح الدهود وكيل أعمال سابق كنت وكيل وتركت بسبب لجأة احتراف وحطمت نفسيا معنويا وتركنا طيب وضحها لنادي أبو عبدالله الآن اللاعب دخل في فترة ستة شهور يحق لأن يتفاوض مع أي نادي آخر نعم حق لها طيب هل يحق اللاعب هذا بس يبلغ ناديه برضو يبلغ ناديه لكن لا ممكن تتفاوض أنت مع اللاعب بس ممكن تتفاوض مع اللاعب بدون بدون ما ترجع النادي إذا دخلت ستة شهور صحيح؟ لا بد فهد لازم يرسل النادي هذاك برضو خطار حتى بداخل ستة شهور؟ لا بد يكون فيه النادي يعرف كل خطوة ليش فهد؟ ليش فهد؟ هذه ستة شهور تركوها الفيفا كانت في مشاكل تركوها الفيفا لأجي ليش؟ أخذوا عطا مو بيعني على طول أروح وقع ولا علمت في نادي لا بد برضو النادي الثاني يشعر النادي في المفاوضات جميل النقطة الثانية وهي الأهم هل في فترة ستة شهور هذه يحق للعب لو تم التفاوض والاتفاق مع النادي الآخر أن يستلم أي مبلغ؟ ناديه يدري ناديه الأصلي اللي ساري عقده معه لا ما يدري مصيبة طيب ولو درى النادي هل يحق له؟ لو إيش؟ لو النادي وافق زي فرضنا الشباب وافق جدته المخاطبة أنه أن اللاعب يريد يستلم مبلغ كذا كذا في فترة ستة شهور من النادي الأهلي ايه وافق قال الشباب لا مانع أوكي ايه موافقة خطية ايه لا جليش سواليف بكرة أقول لك والله رسالة جوال والله واتساب لا لذي كلها قراءة ما يعترف فيها صراحة طيب